أنا لما بسمع كل هذه الاحتياجات سواء شفاء وطلبات وأن الله يدخل اللي بلاحظه أنه الكل عاوز يجي للمسيح معناته فيه إيمان بشخص المسيح الحي أنه هو القادر أنه يفعل أمور عظيمة جداً طبعاً يستخدمك من خلال الصلاة أنه الله بيتمجد بهذه الآيات والمعجزات إيش قولك لكل هاي الاحتياجات اللي بتشوفها والناس اللي بتسمعنا أنا أتمنى أن الاهتمام الأكبر والأول يكون بالروحيات وده كلام الرب أطلبه أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم والرب بينظر إلى القلب يعني عايز يشوف قلب فلان مشغول بإيه وممكن فلان يبقى كل تلبته واحتياجه زمني مثلاً شفا جسدي لقم تعيش فلوس احتياجه أما اهتمامه بالأبديات ممكن يكون ضعيف عشان كده يقول غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدياً فأشتهي من قلبي أن احنا ننشغل تماماً بالأمور العالية يعني أضمن خلاصي وأثق أن أنا بقيت في المسيح وحافظ الوصية وجاهد عشان أكمل القداسة في خوف الله وبعد كده أقول له إيش فيني والرب يسمح بحسب إيراته يعني كل المشغولية تكون بأمور فوقانية والحاجة التانية والأهم أني أنشغل بمجد المسيح وإسمه عايز أعمل حاجة للمسيح عايز أرفعه وعايز أعليه سواء في مرضي أو في شفائي أو طول الطريق أنا عايز حياتي تكون لمجد المسيح لكن واضح أنه اللهم عطيك المسحة في هذا الموضوع أنك تصلي مع الناس حتى ينالوا الشفاء والله بيستخدمك كمان في الإخراج الأرواح الشريرة أمين أشتهي من قلبي أني كل مريض يشفى والله يعطينا الإيمان لسه كنا بنتكلم يعني ما عرفش أقول دي على الهوى ولا ما أقول هاش أنا بشتهي من قلبي أني كل مريض بنصلي عليه يشفى في الحال يشفى في الحال وننتظر الإيمان الوافق بالصورة دي نحن نقول باسم يسوع المسيح فيكون فيكون فمن قلبي أنا بشتهي أنه كل مريض يخف ويشفى لكن من الأشخاص اللي ما بيشفوا إيش رسالتك لإلهم أنا مشارك بكل قلبي وجوارحي وعاطفي مع كل إنسان مريض مسلم أو مسيحي أو بأي ملة أو عقيدة يعني إحنا بنشفق تماما على المريض نشفق عليه بقلب المسيح بنتعابل معاه ونتمنى أن كل مريض يدخل يطلع شافي وطبعا يعود المجد المسيح اشتركوا في القناة